أبو إبراهيم من عجمان يقول هناك تقنية جديدة لعمل صبغة في منطقة الصلع عند الذين يعانون وهي نوع من أنواع الوشم لا يخترق الجلد وإنما يكون صبغا أسودا يأخذ مثل الشعر وهو مستخرج من مادة كربونية وليست من مادة حيوانية وشيء من هذا القبيل إلى آخر ما ذكر أبو إبراهيم الله يرضى عليك ويبارك فيك بالنسبة للإنسان الذي يعاني من الصلع أحد شخصي إما أن يكون رجل وإما أن يكون امرأة والصلع في جانب النساء لا شك بأنه يمثل عيبا تحتاج المرأة إلى العلاج وأنا ذكرت في جواب لي في البرنامج اليوم جواز لبس الباروكة بالنسبة للمرأة التي تعاني تساقط شعار أو تعالج بالكيماوي أو عندها ثعلبة أو شيء من هذا القبيل على القول الراجح من أقوال أهل العلم أما الرجل فالذي أعرف بأن الرجل لا يعيبه الصلع الرجل ما يعيبه الصلع هذا اللي يعرفه ولقد كان عمر أصلعا وعليا أصلعا رضي الله عنهما فما عرفنا بأن الصلع بالنسبة للرجل يمثل عيب يرد في النكاع ولا يعير به الرجل بالعكس بعض كبار السن يزينه الصلع الصلع لكبير السن يعني جمال له لكن في بعض الشباب قد يعني يباغتهم الصلع في وقت مبكر من أعمارهم ولا يستطيعون العلاج مثل من يصاب بثعلبة مثل من يصاب بتساقط شعر أو مثلا مثل ما ذكرت بقع في منطقة الرأس فهنا يجوز له في مثل هذه الحالة اللي شرحتها لي وهي تقنية التقنية الجديدة هذه لوشم منطقة الصلع في الرأس الوشم هذا في مثل هذه الصورة يجوز التداوي به ويجوز إخفاء العيب به فيجوز ولله الحمد استعمال الوشم حتى لو كان لا يخرق الجلد وإنما هو مثل الوشم على الطفح أو شيء من هذا القبيل لا يوجد بأس فيما يظهر والله تعالى أعلم لأن الشريعة دعت إلى أن الإنسان يجوز له إعادة العضو الذي تشوه مثل الرجل الذي جاء إلى النفس السلام اسمه أسعد بن عرفجة وقد انقطع أنفه في معركة الكلاب وانتخذ أنفا من حديد فأنتنى عليه ثم استأذن النفس السلام فأذن له بأن يتخذ أنفا من ذهب وأي عيب يحصل للإنسان في عضو من عضاء جسمه يجوز له أن يعيده بعملية تجميلية وهذا من جملة الأمور التي يجوز للإنسان أن يتعاطاها وأن يستعملها لأنها ليست وشم لأجل التجمل مثلا ومقصود لا وإنما في منطقة الرأس والأصل أن الناس لا يضعون الوشم في الرأس فهذا نوع من أنواع التداوي والتطبب بارك الله فيك موسيقى